الشعوب كانت تقدم ذبائح مثلا أطفال للإله مولوكو ومالكوم كانوا بمارسوا عدات إباحية وأمور وثنية كثيرة اللي الله حرمها على شعب إسرائيل وطبعا مش بس أنه يقدس مكان العبادي أنه كل شخص يكون مخصص يكون مقدس للرب حتى يختلف عن الشعوب الأخرى فمثلا منشوفهم الله بطالب شعب إسرائيل أنه محرم عليه مثلا لحوم معينة طيور معينة أسماك معينة وهذا نظام بيسمه نظام الكشير أو الكوشر إحنا اللي عادة الكلمة اللي منستخدمها اللي وجدت منها كلمة الحلال أو نظام الحلال يعني إذا بدك تأكل مثلا خروف أو ثور لازم تذبحه بطريقة معينة على الصخر ولازم الدم يسيح وممنوع توكل الدم وإلى آخره في يعني تعاليم كثيرة لأن حياة النفس أو الحياة النفس هي في الدم ولأن الإنسان مخلوق على صورة الله فهذا طبعا مهم جدا فطبعا ممنوع على اليهود يوكل كتير أنواع من الحيوانات اللي اليوم نشوفها مثلا كتير شعوب بالنسبة لها بتوكلها إن كان في آسيا إن كان في مناطق عديدة في العالم توكل بعض الحيوانات اللي هي محرمة على اليهود مثلا اليهود محرم عليه أكل لحم الخنزير محرم عليه أكل لحم الجمل وطبعا اليهود محرم عليه أكل أنواع من الطيور النجسة اللي ممكن في شعوب أخرى بيأكلوها يعني لا تعني أي شيء بالنسبة لهم وكذلك الأسماك طبعا لازم تكون أسماك معينة لتتاكل مش الأشياء اللي بتكون في قعر البحر الملهاش زعانف وهكذا بيوضح الكتاب المقدس عن كل هذه العبادات طبعا التقصية بحيث إنه شو يوكل أو ما يوكل هاي مش بس كمان ميزتهم كعلامة العهد وطبعا خلي بالك إنه كمان فيها أمور صحية فكتير من هذه الحيوانات اللي كانت تعيش في الطبيعة أو في البر يعني كان ممكن تسبب أمراض للناس اليوم مثلا الحيوانات ما بتسبب أمراض لأنه تحت مراقبة دولية تحت مراقبة وعناية مهمة جدا واليوم طبعا بيفحصوا من الـ DNA وبيفحصوا أنواع اللحوم شو اللي بفيد شو اللي بضر وطبعا بيحكوا للناس وطبعا بيطبع للشخص إنه لضميره وحريته شو يأكل أو ما يأكل موسيقى 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 موسيقى